أنيميا نقص الحديد عند الأطفال وده الحقيقة موضوع مهم جدا ومهم قوي أن حضراتكم تكونوا عارفين فيه المعلومات الأولية الهامة لتجنب خطر الإصابة بهذه الحالة المرضية الخطيرة الأنيميا مش حالة عادية الأنيميا أو أنيميا نقص الحديد تحديدا مش حالة عادية وأنا بقول لكم الكلام ده لأن الإحصائيات الحقيقة بتورينا أرقام كبيرة في حين أننا ممكن نتجنب هذه الحالة ونتجنب الإصابة بهذه المرض لو عرفنا بس المعلومات الصحة اللي المفروض نبقى على دراية بها في هذا الأمر الدم الدم بتاعنا بيحتوي على عدة أنواع مختلفة من الخلايا أنا هبدأ معكم الموضوع بس من الأول عشان تبقوا فاهمين يعني إيه أنيميا نقص الحديد الدم في أنواع مختلفة من الخلايا أكتر الخلايا دي من حيث العدد هي خلايا كرات الدم الحمراء أو الخلايا الحمراء اسمها كرات الدم الحمراء red blood cells وسبحان الله إن الخلايا الأكبر في العدد دي هي المسؤولة عن امتصاص الأكسوجين في الرئتين وتوزيعه على كل أجزاء الجسم تمام كده؟ طيب الخلايا دي بتحتوي على صبغة حمراء اسمها الهيموجلوبين كلكم عارفين يعني إيه الهيموجلوبين؟ ده الصبغة اللي اللونها أحمر اللي بتكون موجودة جوها الخلايا والهيموجلوبين ده هو المسؤول عن نقل الأكسوجين لأنسجة الجسم المختلفة مش بس كده ده بيسلم الأنسجة دي أو الخلايا بتاعة الأنسجة دي الأكسوجين وياخد منها ثاني أكسيد الكربون اللي ممكن اعتباره كده زي الفضلات بتاعة الأنسجة الهيموجلوبين هو اللي بيعمل حكاية دي فقر الدم أو الأنميا هو الحالة المرضية اللي بيقل فيها الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمر فبالتالي بتقل قدرة الدم على نقل المقدار اللازم من الأكسوجين لخلايا الجسم علشان الخلايا دي تشتغل أو تنمو طيب الأنميا بقى بتحصل ليه؟ أسباب كتير منها بطء انتاج خلايا الدم الحمر يعني من الأساس الخلايا دي ما بتنتجش كتير أو إنها هي انتجت بس اتدمرت يعني تدمير عدد كبير من خلايا الدم الحمر أو عدم وجود مقدار كافي من الهيموجلوبين داخل الخلايا الدم الحمر يعني ممكن تلاقوا العدد عادي بس كمية الهيموجلوبين اللي موجودة جوها الخلايا هي اللي قليلة وده من أهم الأسباب اللي هنرجع له بقى دلوقتي فاهمين قصدي يعني العدد طبيعي إنما الصبغة الهيموجلوبين بقى اللي جوه الخلايا دي قليلة ممكن كمان الأنيمية تحصل نتيجة فقدان الجسم لخلايا الدم زي إيه زي لقدر الله ما بيحصل في النزيف مثلا سواء النزيف الخارجي أو الداخلي وده برضو من أسباب الأنيمية طيب عند الأطفال بقى إيه اللي بيحصل فأغلب الأطفال اللي عندهم أنيمية بيكون السبب هو نقص الحديد في تغذيته الله طب إيه علاقة الحديد بالموضوع؟ هقول لكم الحديد هو أهم عنصر مطلوب عشان إنتاج الهيموجلوبين الهيموجلوبين اللي في خلايا الدم الحمراء اللي بيعمل كل الشغل ده نقص الحديد يخلي الهيموجلوبين ده ينقص إنتاجه ومن هنا نقدر نقول أن أنيمية نقص الحديد هي أشهر أنواع الأنيمية عند الأطفال وأكثرها انتشارا وبالمناسبة دي عايزة نبه حضراتكم لحاجة مهمة جدا أحيانا فيه أمهات بيقدموا لأطفالهم الحليب البقري اللي احنا بنشربه ده في الشهور الأولى من العمر وده بيحصل لأسباب كتيرة وكلها غلط يعني كل الأسباب دي غلط زي إيه الأسباب دي؟ زي أن الأم ما تكونش قادرة تردع طفلها رضاعة طبيعية فتقدم للطفل الحليب البقري بدل اللبن الصناعي يعني تلاقي الدكتور كاتب لها يقول لها خلاص مش هينفع للرضاعة الطبيعية معاك خلاص هتأخذي اللبن الصناعي ده هتردعي منه تقول لك لأ أنا هتديله بقى لبن بقري طب ليه بتعملي كده على أساس أنه أفيد أفيد للطفل طبعا ده غلط أمهات تانية أطفالهم بتتوقف عن الرضاعة الطبيعية يعني تلاقي الأم تقول إيه أنا الطفل عندي بعد ست شهور ولا بعد ثمان شهور فجأة كده بطل رضاعة فتلاقي بقى أنا حوالي أقوله لها يكمليله بلبن عادي من اللي احنا بنشربه بس يغليه وبتاع أكن ده لا ده غلط فيغلطوا برضو الأمهات ويكملوا الرضاعة أطفالهم باللبن البقري العادي وده غلط أمهات تالتة يكونوا بيرضعوا أطفالهم رضاعة صناعية من الأول يعني هم من الأول كان القرار أنه مش نافع رضاعة طبيعية فييجي رضاعة صناعية فيقوموا هم من نفسهم يقرروا يزودوا اللبن البقري ليه؟ عشان معتقدين أنه ده كويس ومفيد للتفقص اللبن الصناعي بس الواحده مش هيفيد فأنا قلت دعم معايا كل ده غلط وزي ما قلت مرة قبل كده وهقول مرة جديدة لحضراتكم أن اللبن البقري هو مادة غزائية اعتبروا يا جماعة خضار يعني شوفوا أنا وصلتوني لإيه؟ يعني نوع أكل زيه زي الخضار والفواكه والفراخ وهكذا ما تتعاملوش معها لأنه مادة رضاعة الله يكرمكم اللبن الحليب ده مش مادة رضاعة خالص وممنوع تقديمه للطفل إلا بعد نهاية العام الأول طيب ليه أنا قلت المعلومة اللي دي يعني ليه أقحمت هذه المعلومة وإحنا بنتكلم عن أنيميا نقص الحديد لأن اللبن البقري هو اللبن الحليب البقري غلط في الشهور الأولى هو ليه غلط بقى؟ لأنه بيختوي أصلا على كمية قليلة جدا من الحديد جزء قليل قوي من القليل أصلا ده بيتم امتصاصه من خلال الأمعاء الدقيقة ثانيا اللبن البقري إذا تقدم للطفل قبل مرور عام بيسبب تهيج لبطانة الأمعاء الدقيقة منطقة كده أو يعني البطانة دي اسمع مايكرو فيلاي بيبقى فيها زي براشز كده زي الفرشة كده رقيقة جدا اللبن البقري بيعمل التهاب في البطانة الداخلية لأمعاء الدقيقة عند الأطفال الالتهاب ده بيؤدي إلى فقدان بعض الدم وبالتالي يحصل انخفاض في عدد الخلايا الحمرة وده يسبب فقر الدم أو الأنيميا زي ما عرفنا شفتوا بقى الحاجات مرتبطة ببعضها إزاي؟ يعني شوية لبن انت ممكن تديهم للطفل وفاكرة أن هم مفيدين بس هم لا معدهم صح ولا الغرض منهم دلوقتي حاجة بش يعمل حاجة بس ممكن يضروا من زاوية تانية خالص طبعا في حالات مرضية تانية بيحصل فيها الأنيميا زي حمد مثلا أن حمد الفوليك يكون قليل الوالفوليك أسد يكون قليل في أكل الطفل أو أن الدم ما يكونش بيحصل له التجلط الطبيعي عند النزيف يعني لما الطفل ده الجرح ولا حاجة اللي قدر الله فيفضل الدم ما يقفش بالسهولة وده بيحصل في حالات نقص فيتامين ك في الدم عشان كده كل الأطفال دلوقتي بعد الولادة بياخدوا حقنة في العضل من فيتامين ك عند الولادة تلاقيهم قدوا الحقنة دي على طول جوه الجوه مكان الولادة وده تحديدا عشان جرح السرة اللي هو مكان التقاء يعني الاتصال ما بين الجنين والأم عن طريق الحبل السري اللي هو بيطلع من السر فلما الحبل ده بيطقطع بالكلام بالطبي أو بالمخص الطبي يعني خلاص لازم تتداخد الحقنة دي على طول عشان النزيف ده يقف تمام؟ الأنيميا كمان ممكن تحصل لو كانت خلايا الدم الحمراء ميلة للتحلل في مرض كده وهنا بيكون اسمها فقر الدم الانحلالي أو هيموليتك أنيميا يعني الخلايا نفسها عندها مرض دي خليها تتحلل كده ممكن برضو الأنيميا تحصل بسبب اضطرابات في سطح الخلايا الحمراء وأخيرا في نوع خطير من الأنيميا اسمه أنيميا الخلايا المنجالية وهو السيكلسي الأنيميا وده حالة خطيرة بتستدعي دخول الطفل المصاب للمستشفى بشكل متكرر